بسم الله الرحمن الرحيم نبقى مع شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الرابعة تقييم وتشخيص اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد الدرس الثالث مقياس تشخيص ضعف الانتباه والنشاط الزائد والذي قامت بإعداد جريسات عام 2007 بدراسة هدفت إلى بناء مقياس تشخيص ضعف الانتباه والنشاط الزائد وتحقق من فاعليته لدى الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم والإعاقة العقلية وحالات التوحد وذلك من خلال التوصل إلى دلالات عن صدق المقياس وتباته وفاعلية فقراته ومعايير أولية له في البيئة الأردنية طبعا يتألف المقياس من 65 فقر موزع على ثلاث مقاييس فرعية هي ضعف الانتباه وعدد فقراته 25 فقرة النشاط الزائد وعدد فقراته 20 فقرة الاندفاعية وعدد فقراته 20 فقرة طبعا حيث يجيب المعلم أو الفاحص عن فقرات المقياس بثلاث مستويات متدرجة ضمن ثلاث تقديرات هي واحد اثنين ثلاث والتي تتمثل ما يلي غالبا أحيانا نادرا وتتراوح مدة التطبيق ما بين 20 إلى 25 دقيقة وقد توفرت لمقياس دلالات صدق وثبات وفاعلية فقرات ومعايير أولية الآن لو تناولنا بعضا من هذه الفقرات كأمثلة على هذا المقياس ونتناول أولا بعد ضعف الانتباه طبعا لو رأينا هذه الفقرات لنرى ما هي الفقرات التي اندرجت تحت هذا البعد مثلا يصعب عليه تركيز انتباهه يظهر أنه لا يستمع إلى حديث الآخرين يواجه صعوبة في متابعة التفاصيل يجد صعوبة في ملاحظة الاختلاف بين الأشياء يظهر أنه مستغرق في أحلام اليقظة أما البعد الثاني وهو بعد النشاط الزائد يفرط فيه الكلام يتحدث بصوت عالي يبدو دائما الحركة والنشاط يبدو مزعجا للآخرين يقوم بحركات مرتبكة أما البعد الأخير بعد الاندفاعية يجد صعوبة في انتظار دوره يتصرف قبل أن يفكر يبدو متهورا في تصرفاته يصعب التنبؤ بسلوكه يطمع في نصيب زملائه